برضو ما ان حضرتك ذكرت كورونا وتعامل مع كورونا برضو كان لو ما اعتقد لمكناش تعاملنا مع فيروس سي قبلها وكننا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا في التعامل مع هذا المرض اعتقد كان سيناريو التعامل مع كورونا كان هيبقى كاريسي برضو احنا مصر قامت بتوجه سريع لان احنا لما قمنا بالحملات اللي كانت موجهة للازمات احنا لما نيجي نشوف قصة الحملات هي ليه كان في حملات صحية انت كان عندك ازمات متراكمة على مرض التاريخ وما كانش عندنا حلول الحية يعني كل الحلول اللي كان موجودة اه ايه لحد ما كان فيه نوع من الجهود لكن كانت بعيدة الحية لكن انت كان فيه عندك رؤية ابتدى يبقى فيه تصميم وارادة على التنفيذ بقى فيه تنفيذ على ارض الواقع زيادة في البنية التحتية بمعايير عالمية بداية فكرة التأمين الصحي تنمية ونهضة شاملة في كافة القطعات والبنية التحتية اللي هي الضرورية لكل حاجة في القطاع للنهضة الصحية والاقتصادية وخلافه ده بكل تأكيد بس انا اقصد يفنب لو هنكلم طبيا بالفعل لو كان فيروس ده اللي انا بحكي لحركك عليه فكان انت كان عندك توجه عام في الدولة جزء منه التوجه الصحي اللي هو مش فقط فيروسي انت كل المبادرات اللي تمت الاول كان فيه فيروسي ثم ظهور المبادرات المبادرة للكشفة مبكرة على الاوراب الكشفة للسيطرة واستمرار الامراض المزمنة ايضا غير سريعة ومزمنة القضاء على قوية من انتظار مليون وتسعمية الف عملية تمت بشكل غير مسبوك ده حاجة مش انت بتقومي بمثل هذه الامور كلها في يعني بحلول موجهة سريعة لحلول ازمات على مرة العقود المبادرات دي هتستمر في قطاعات لانها مش يعني خلاص قادرنا على فيروسي ففي مبادرات اخرى استمرار الفحص في طلبة المدارس والاعدادة علشان نقضي على فيروسي فهتستمر الى حين لما كل هذه المنظومة الصحية تدخل في التأمين الصحي ولو جينا نشوف التأمين الصحي هو ليه ثلاث قطاعات قطاع التمويد نمناش بيه لكن قطاع الجهار اللي هو المراقبة والجودة وفحص الأطباء والمعايير الطبية العالمية للأطباء والمعاونين يعني البنية التحتية لهذا القطاع والبنية التحتية نفسها احنا النهاردة بقينا شايفين رضاء تام من قبل متلقي الخدمة في الرعاية الصحية في المرحلة الاولى والتانية اللي تمت ما بقناش نشوف مرضى هذا القطاع ما بيقولناش تاني ما بقاش فيه مركزية العلاج في القاهرة ده بالنسبة للمحافظات اللي تم فيها هذا الأمر لا فيه خطوات بتتم على الأرض احنا بس ما فيش حد بيظهرها يعني ما بتبقاش متشافة إعلامية الناس مش عارفة مش مدركة ده لكن اللي تلقاها شافها يعني من تلقى وتعامل مع هذه المنظومة كان سعيب بالأداء وما كانش عنده تخيله ان ده بيحصل على الأرض بالمجاني